بس خلونا نبدأ بالمهم المهم هو الحدث اللي مصر كلها مترقبة كمان حوالي ستين دقيقة بالتمام والكمال الساعة تسعة مساء تختتم فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد اللي مصر منظمها واللي الحمد لله مصر وصل فيها إلى الفاينال إلى المباراة النهائية لح تنطلق كمان ساعة زي ما قلت لكم وحنلتقي فيها مع الحصان الأسود للبطولة والمفاجأة المدوية فريق منتخب الرأس الأخضر كاب فردي كاب فردي بالفرنساوي يعني الرأس الأخضر وهي دولة أفريقية يمكن مش معروفة قوي ومش مشهورة قوي ومش كبيرة قوي بس الحقيقة عملت طفرة رياضية في كل الألعاب خلال الثلاثة أربع سنين اللي فاتوا والدليل أنه الرأس الأخضر بتشترك دلوقتي في كأس الأمم الأفريقية بتاع كرة القدم ووصلت هاي الكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد إلى النهائي وهتلاعب منتخب الفرعنة على الميدالية الذهبية ولقب كأس الأمم إن شاء الله كمان ساعة أنتوا عارفين أن كأس الأمم طبعا هي أهم وأكبر بطولة قرية لكن بما أننا بنعتبر منتخب اليد هو منتخب الفخر ومنتخب المجد وعلى رأيي خالد خيري بنحبك بجد يا كرة اليد خالد خيري طبعا المعلق الرياضي اللي بيعلق على مباراة كرة اليد ومنتخبنا فالحقيقة اهتمام الشعب المصري بكرة اليد ومنتخبه مش بس الأول ده منتخب الأول ومنتخب الشباب ومنتخب الناشئين كمان اللي حصدوا الألقاب العالمية خلال السنة الماضية والسنة اللي قبلها خلى كرة اليد تقفز إلى قمة أولويات اهتمامات الشعب المصري الرياضية وتكون هي في المرتبة التانية مباشرة بعد كرة القدم اللي خلاص موجودة في الدم يعني أنا في رأيي أن منتخبنا بتاع كرة اليد يستحق أنه هو يكون اللعبة الشعبية الأولى اللي احنا بنتمحها وندعمها ونشجعها لكن أدي الله ودي حكمته واضح أن كرة القدم متربعة على عرش القلوب وكرة اليد بسبب الإنجازات وبسبب البطولات وبسبب الأداء اللي يرفع الراس وبسبب التخطيط الجيد جدا اللي مش وليد النهاردة وليد عشرين سنة واكتر كمان فاتت في كرة اليد النهاردة وصلت إلى مرحلة أن احنا بنتفرج على منتخبنا وهو يقارع أعتى المنتخبات مش بس الأفريقية أعتى المنتخبات العالمية وإحنا حطين رجل على رجل ومتطمنين ووثقين وبنقول منتخبنا بإذن الله حيشرفنا أنا متهيقلني دي واحدة من أهم المكاسب من أهم المكاسب اللي كسبتها كرة اليد المصرية تخيلوا كأس الأمم الأفريقية دي كنا من كم سنة كنا بنخشها وإحنا حطين إيدنا على قلبنا ليه عشان كان فيه منتخبين قويين جدا 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 بنفسونا على هذه البطولة هم منتخب التونسي اللي بالمناسبة متزعم القارة من حيث الألقاب عنده عشر ألقاب ثم يليل منتخب الجزائري فبنمأ دخلين وألقانين هنكسب ولا تونس هتختف مننا البطولة ولا الجزائر هتعمل معانا المفاجأة ولا كده السنة دي واسأل أي حد تابع البطولة دي من مباراة الافتتاح من مباراة الافتتاح وهو بيقول البطولة مصرية 100% ومضمونة طبعا أنا عارف إن ده غلط لأن ما فيش في الكرة حاجة اسمها مضمونة وما فيش في الرياضة مكسب مضمون لكن أنا بكلمكم على مخزون الثقة اللي منتخبنا الأول لكرة اليد استطاع إنه هو يحطه فينا لدرجة نحن نفرج على كاس الأمم الأفريقية دلوقتي وإحنا مستمتعين وبنقول إمتى حنوصل للنهائي عشان نكسب مباراة السمي فاينال اللي هي كتعلق الزجاجة وكانت بمثابة النهائي المبكر أو النهائي الكبير ما بين مصر وتونس كانت مباراة صعبة ومع ذلك أنا كنت قاعد أتفرج وأنا متأكد إن شاء الله إن منتخبنا حيحسب المباراة وعايز أقول لكم مش عارف بقى أنتوا هتشاركوني الرأي ولا أنا وأنا متفرج على المطش حتى لما خلص المطش أنا كنت زعلان شوية رغم إن إحنا كسبنا وصعدنا للمباراة النهائية وعملنا مباراة كويسة بفارق هدفين كسبنا 29 27 ومع ذلك أنا كنت زعلان كنت حسس إن الأداء كان ممكن يبقى أحسن من كده وكان ممكن نعمل سكور أكبر من كده على منتخب التونسي الشقيق اللي بالمناسبة عام المباراة ممتازة ممتازة ليه أنا كنت زعلان لأن منتخبنا أنا شايف إنه هو أقوى من المردود اللي أقدمه ربما الحساسية والدربي بتاع شمال أفريقيا والحساسية الخاصة لما بين الكرة اليد المصرية والتونسية هي اللي خلت الولاد شوية مش في كامل تركيزهم لدرجة إن في بعض الأحيان كان المطش حيتسرق مننا ويتخطف مننا ومع ذلك كنت متأكد من حسب منتخب مصر للمباراة النهائية زي ما أنا متأكد إن شاء الله أن النهاردة بإذن الله حنام كلنا وإحنا فرحانين بوصول مصر إلى اللقم التامن كأس الأمم الأفريقية للمرة التامنة إن شاء الله حيدخل دولاب بطولات اتحاد المصري للكرة اليد عشان نقترب جدا من الزعامة التونسية خلاص يبقى أفضل لنا بطولتين ونلحق تونس وده مش الأهم الأهم كمان هو البطولات اللي جاية إحنا مقبلين على كأس العالم وخلاص إحنا مبقناش بقى بنتكلم على إن إحنا نصعد من المجموعة السعود من المجموعة ده أصبح أمر بديهي ومنطقي لو ما حصلش يبقى كارثة إحنا دلوقتي بنتكلم على أي والله اللي أنا بقوله ده بجد إحنا دلوقتي بنتكلم على المنافسة على كاس العالم منذ أيام إحنا خسرنا ذهبية ألعاب البحر المتوسط بدلع بدلع من لعبتنا في المباراة النهائية كان المفروض نحسب المباراة وفرق سكور عن المنتخب الأسباني لكن اتدلعنا مع شوية عدم ثبات فعالي وعدم تركيز خسرنا المباراة في دورة الألعاب توكيو حصلنا على المركز الرابع وكنا قاب قوسيني أو أدنى من اللعب على الميدالية الذهبية والفضية لولا بعض الأخطاء البسيطة فخلاص منتخبنا حط نفسه في دايرة الكبار فحنا مقبلين على كاس العالم اللي جاي وإحنا بنقول إحنا عايزين كاس العالم عارفين الهتاف بتاع جمهور التالتة الدرجة التالتة كاس العالم كاس العالم أنا مجرؤش إن أنا أقول الهتاف ده في كرة القدم مجرؤش لأن الحقيقة مش مو من الكلم دلوقتي لكن بالفن بالباليان حقولوا قبل الفايدل بتاع أفريقيا النهاردة لمنتخبنا مش حقولهم أفريقيا حقولهم كاس العالم كاس العالم عايزين كاس العالم مجرؤ ما ؟ لمن wouldn't س ه 거 س